سوق المدينة نظرة شاملة وحديثة للتسوق بأفضل الأسعار والعروض المستمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم أجمل ترحيب مرة أخرى مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج آية وهداية برنامج المسابقات الديني الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك برعاية سوق ومطعم المدينة يوم أمس كانت الآية التي اخترناها من الجزء السابع عشر فكانت تتحدث عن لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا يناله التقوى منكم هذه في سورة الحج هذه الآية التي تتحدث عن العبادة أن تكون جوهرا وليس شكلا فقط فخلونا نشوف من الفائز معنا لليوم بهذه المسابقة ألف مبارك للفائزين معنا وإن شاء الله عز وجل نكون الفوز من حظ كثير منكم بإذن الله سبحانه وتعالى يمكن استلام الجائزة من تلفزيون الفجر الجديد وهي قسيمة شرائية بخيمة خمسين شاكل مقدمة من سوق ومطعم المدينة نحن اليوم الثمنتاشر رمضان واليوم راح يكون إذن آيتنا اللي راح نختارها هي من الجزء الثامن عشر من كتاب الله سبحانه وتعالى اللي بيقرأ القرآن كل يوم جزء يمكن أن يجد هذه الآية في الجزء الثمنتاشر خلين نقرأ بتدبر ونحاول نستخرج الآية ونرسلها لحتى نكون أحد الفائزين اليوم راح نحكي عن آية تتحدث عن موضوع الإشاعة وهي وصفة الذين يتكلمون بالإشاعات بوصف غريب عجيب جدا جدا هذه الآية حقيقة تعالج ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة الإشاعة لأن كثير من الناس الأسف الشديد ينقلون الأقوال والأخبار دون تثبت يعني بتلاقي خبر واحد كتب خبر على الفيس كله كذب من أوله إلى آخره لكن ينتشر انتشار الهشيم لأن كل الناس يعني يا بعمل شير أو مشارك لهذا المنشور أو بعمله نسخ ولصق وينشر دون أن يتثبت دون أن يسأل دون أن يعرف دون أن يتحقق دون أن يعرف أن هذا الكلام قد يخوض في أعراض الناس وقد يؤذي الناس وقد يضر الناس وقد يؤدي أحيانا إلى القتل أو إلى الكبائر أو إلى المشاجرات أو إلى كثير من الأحيان قد يحطم إنسان في بعض الأحيان الإشاعة من أخطر الأسلحة التي يستخدمها أعداءنا ضدنا وهي تستخدم بأيدينا لأنه إحنا لم يستخدمها هذه الآية التي تتحدث عن موضوع الإشاعة حقيقة وصفت الذين ينقلون يتلقون الأخبار وينقلونها كأنهم يتلقونها باللسان يعني يتجاود الأصل فينا في الإنسان أن يأخذ الكلام بأذنه يسمعه ثم يخرجه بلسانه هذه الآية وصفت الذين ينقلون الإشاعة كأنه يتلقى الكلام بلسانه ويخرج هذا كناية على أنه لا يعمل عقله في ذلك أنا أقول بكلام كفى بالمرء إثما أن يحدث أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع لذلك خلونا في حياتنا لا نكون لنعامل الإشاعة أن تقف عندنا وأن لا نتعامل معها كأننا أبواق إنما تصدر كل ما تسمع هذا لا ينبغي ولا يجوز وإنما يجب علينا التثبت ثم يجب أن لا نخوض في أعراض الناس فلنتق الله هذه الآية كما قلت ابحثوا عنها التي تتحدث عن الذين يتلقون الأخبار بألسنتهم ثم ينشرونها دون تثبت في محاربة الإشاعة إذا عرفتم الآية أرسلوها إلى هذا الرابط أو من خلال الرابط الظاهر في منشورنا على الفيسبوك أو من خلال إرسال كلمة هداية على مسنجر الفجر الجديد أستودعكم الله إلى لقاء آخر مع حلقة جديدة من برنامج آية وهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة